أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزي المشاهدين. كابتن مجدي قبل ما أسألك وتوجه كلامك لجمهور ولعبين النادي العيس. أسألك برضا الأهم من نقاط القوة الموجودة في نادي الزمالك هذا الموسم. مدربه. مدربه. طبعا. مدربه. مدربه محترم. يجيد جدا قراءة المباريات. يجيد التعامل معها. صغيرها وكبيرها. ده اللي بين لنا جدا. عارف قدرات لعبته كويس. موظفهم بشكل جيد جدا. وعارف إمتى يستغل اللعيبة بتاعته في التوقيتات. ده برضو مهم جدا. أي. الحاجة التانية شايف أن نادي الزمالك نقط قوته لاستقرار بتاعه. ما عندهمش الفرقعة اللي بتحصل قبل كده في الفترات اللي كانت موجودة قبل كده. التصرحات اللي هنا واللي هناك. فده مديرهم نوع من نوع الاستقرار. شوية. الحاجة التالتة أنه نجومه سبتين المستوى. ما عندهمش حالة تزبزب المستوى. أعتقد برضو من ضمن أنا وجهة نظرين من ضمن نقاط القوة اللي موجودة في نالي. إذا بالك أنه لم يصل إلى نهاية دور الأبطال. ما هو خلي بالك. أنت هنا عنده الفترة بتاعة اللي انت اشتغلت فيها مستمر. هو في راحة. ما دي مهمة طبعا. ما دي مهمة جدا. ما دي أهم وجهة نظرين. دي مهمة جدا. ومن الاستفادات بتاعتها. كمان أنه قدر يشوف لعبة من اللعبة الصغيرة اللي طلعت وقدت بشكل كبير. وقدت وعملت شغل كويس. وفي نفس الوقت النتائج ساعدته إنه ياخد الأعلى مستوى أو أعلى نسبة أداء منهم اللي عاد عليهم بالثقة بعد كده. النقطة المهمة جدا في قوة نظر مالك الوقت هي أنه عندهم ثقة. الماتشات اللي انت عارف مكسب يجيب مكسب يجيب مكسب يجيب مكسب. طبعا. فبيزود الثقة المكسب بيزود الثقة. فدي من النقطة القوية عند نظر مالك. نقطة الضعف بقى يا كابتن من وجهة نظرك. نقطة الضعف إنه في معظم الماتشات ما بيسجلش في الشيط الأولاني. بالرغم من إنه بيشتغل بشكل استحواز. إنما فرص تهديف بالنسبة للاستحواز قليلة. فدي برضو ممكن كتيم نادي الأهلي وقدرة تتيم نادي الأهلي وقدرات تتيم نادي الأهلي يقدر يستغلها بشكل كويس جدا. نقطة الضعف بتاعته إنه عنده حراسة المرمى فيها مشكلة. بس عواد ماشي كويس جدا. عواد ماشي كويس جدا. ما تعرفش لو قدر الله حصله أي حاجة مليش بديل. البديل بتاعه التالت لأن أبو جبل عنده مشكلة. فممكن تبقى من نقاط الضعف. ورد جدا. نقاط الضعف الموجودة تانية عندك نحي جنب الإلمين. أوكي. في خط الظهر وتقدر تشتغل عليها كويس جدا. أي حد بشتغل فيها هناك الدنيا بتبقى فيها مشكلة. تقدر تستغلها بشكل إيجابي جدا. تتوظف حد من عندنا بالشكل الأمثل. تقدر تشتغل عليها كويس جدا. برضو مش بقولها هتكون معايا. وبكرة حيبقى تقديم المدير الفني الجديد لمنتخب مصر. هو فيتوريا. اي رأيك? فيتوريا عنده اسم كويس. هنا انتكملت المثلث الضلع التالت للمثلث. المدرسة البرتغالية. أهل زمالك منتخب مصر. فبقى عندك السواد الأعظم من اللعيبة المحلية. اللي بيتاخدوا المنتخب مصر مدرسة واحدة. فانت هنا مش يبقى عندك فيه تفاوت في المفاهيم أو في الأفكار. دايما المدرسة الوحدة بتنتج أفكار شبه متشابهة. فالاختلافات مش تبقى كتيرها تبقى قليلة. فده يستفيد منه المنتخب. بالضبط والتواصل اللي هيبقى ما بين الثلاثة كوتشات. الثلاثة بتوع الأهل والزمالك والأفكار مع فيتوريا. هيبقى أكيد لصالح المنتخب المفروض واللي هيأثر بيه بالشكل الإيجابي. شايفه حاجة إيجابية وجوده؟ أنا شايف طبعا إيجابي. إيجابي. في المرحلة اللي احنا فيها. بمناسبة دلوقتي اللي احنا. بوجود الأهل مدير فني برتغالي. والزمالك مدير فني برتغالي ده شكله جاي. بالضبط. وهو كمان نفسه هو السيفي بتاعه كويس. السيفي بتاعه ككوتش كويس. بنتمنى إن شاء الله بإذن الله التوفيق لمنتخبنا إن شاء الله بإذن الله. عشان الفترة اللي جاية محتاجين شغل كتير. كابتن أخيرا لو هتوجه رسالة أولا لجمهور النادل أهلي السانية لللاعبين. في ظل هذه المباراة الصعبة جدا إن شاء الله يوم الجمعة. يوم الخميسة ناسية. جمهور النادل أهلي هقوله خليك زي ما احنا متعودين عليك دايما في الأوقات الصعبة أكتر مساندة للتيم من الأوقات السهلة. كالعادة فما تكسرش عادة دي أجيال وراء أجيال زي ما بيقولوا بيسلموا لبعض الرايا والرايا معروفة. لاعبين ومدربين وإداريين وجمهور. لعبتي النادل أهلي بقوله دايما النادل أهلي لما بيحصل في كاب وف ماتش. الماتش اللي بعديه بيبقوا مستنيينه من بعد ما بيخرجوا من كاب وف ماتش اللي إحنا ويعنا فيه أو خسرنا فيه. بيبقى مستني الماتش اللي جاي بسرعة. عشان أقدر أنا نفسي أنسى واللي حوالي ينسوا اللي حصل للماتش اللي فات. خاصة لما يبقى الماتش اللي جاي ببطولة. دي تبقى حاجة كبيرة جدا. عندنا قدرات كبيرة. عندنا ثقة كبيرة. بنلعب أكبر فرقة في الشرق الأوسط. كل دي معطيات تخليني وتأهلني أني أنا أبقى موجود. الإدارة موفرة كل حاجة في الدنيا. المساندة موجودة لكم من كل حد في الدنيا. ألعب بدون قلق. ألعب واشتغل شغلك. اشتغل شغلك اللي إحنا عارفينه منك. واللي أنت تقدر تخرجه. بس. مش عايز منك أي حاجة. يعني ما تفكرش في المكسب. ما تفكرش في النتيجة. فكر أن أنت تخرج من طقتك. يعني كان عندنا كوتش. آه. بيقول لنا في مرة من المرات. كان ماتش صعب عندنا ماتش صعب. قال عندنا ماتش صعب. فمش محتاجين مية في المية من كل واحد. محتاجين مية وعشرة في المية من كل واحد. اوكي. بحيث أن العشرة في المية بتاعت كل واحد الزيادة. لما تجمعها هتدينا في الآخر مية في المية واحد زيادة. اوكي. فننزل نشتغل. لازم عشان نخرج نفسينا. نخرج كل اللي جوانا. لازم عندنا واحد زيادة. الواحد زيادة ده. كل واحد يطلع أكتر من عنده عشرة في المية. اوكي. فده مطلوب من لعبة النادي الأهلي اللي جاي الماتشي اللي جاي تطلع من عندك 110% مريكش دعو بالنتيجة تفكرش في نتيجة فكر ان انت تطلع 110% انا بشكرك جدا يا كابتن مجدي على وجودك معنا استمتعت جدا جدا بوجود حضرتك وان شاء الله ربنا يا كربنا من الخميس وتبقى مراتليك باسم النادي الأهلي شاء الله بإذن الله شكرا يا كابتن مجدي شكرا جزيلا لنجم الكبير كابتن مجدي طلبة انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وغدا حلقة جديدة من البيت كبير